في نيسان 2018 نزم مؤتمر سادر من أجل لبنان وهو مؤتمر الإنمائي والاقتصادي لإعادة الدورة الاقتصادية والإنمائي اللبناني فأينا نحن بنيسان 2024 يعني 6 سنوات بعد هالوقت الضائع أو المهدور نزم في نيسان 2018 مؤتمر لقبة بسادر أي الأرزة اللبنانية لكن سادر هاللي هو بالفرنسيوي يعني كونفرانس إيكوناميك دو ديفلوبمان اي دي ريفورم ايكوناميك يعني مؤتمر الاقتصادي للتنمية والإصلاحات مع الشركات فبعد 6 سنوات من هالوقت الضائع ما تنفذ أي حرف من هالمؤتمر الاقتصادي التأسيسي للبنان برك الكلمة الوحيدة هاللي تنفذت هي مؤتمر أما ما شفنا أي تنمية ولا أي نية للإصلاح وأي شراكة مع قطاع الخاص أو مع الشركات اللبنانية هالمؤتمر هاللي تنظم بسنة 2018 ما كن يشبه أبدا كل المؤتمرات الإصلاحية أو الاقتصادية هاللي نظمت في اللبنان وبسمي بيريز واحد وبيريز اثنين وبيريز كليتة ومؤتمر لندن والسوكرم وبروكسل لأنه هالمؤتمر إجا لضخ صيولة ومساعدة الاقتصادية للبنان لأنه كانوا متخوفين نوصر على الحد هاللي نحنا وصلناه اليوم لكن هالمؤتمر لقب بساد عوضا عن بيريز أربعة لأنه ما كان عنده شي من أركان بيريز واحد واثنين وثلاثة هالمؤتمر كان مبني على الإصلاحات كان مبني على التنمية كان مبني على دفاتر شروط واقتراح مشاريع واضحة تقترح لمؤتمر سادر ويكون عندها تدقيق داخلي وتدقيق دولي لمليحقة المشاريع وحتى التمويل كان مقصم بشطور معينة بتأسف يقول بعد ست سنوات من هالمؤتمر لحدها ديئة وحدها تثانية ما اقترحها أي مشروع تقدم لبلدين المانحة ليه ما تقدم أي مشروع؟ لأنه ما انسحب أي دفتر شروط ليه ما انسحب أي دفتر شروط؟ لأنه ما حدا من اللاعبين السياسيين تعودوا أو كانوا جاهزين يكون في ملاحقة وتدقيق داخلي وخارجة على المشاريع فهالاربعتاشر مليار الموعودة من مؤتمر سادر هل هو مؤتمر الاقتصادي للتنمية ولا الاصلحات مدتقدم له دقيقة أي مشروع لأنه ما كان فيه أينية يتحددوا المشاريع وكان بدهم التمويل كالعادي يروح هدر وصرقة وفساد وغيرها نحن بعد ست سنوات وبينيسين 2024 مذكر أنه لسوق الحظ بأزار 2020 رحنا على التعسر المالي وما يسمى Restricture Default يعني اليوم بالطريقة الواضحة ولا ممكن يرجع يكون في أي تمويل من منحين بمؤتمر ساد أو أي دول منحة إذا ما رحنا من خطة عبر صندوق النقد الدولي ونحن بعد سنتين من الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ما أمنا بأي إصلاحات وبأي قوانين وبأي مشاريع اللي كان مطلوبة من صندوق النقد الدولي يعني نحن بإحياء هالذكرة السادسة هل نحن عم عيد إحياء مشروع ميت قبل ما يولد نحن اليوم لسوق الحظ علينا نكون صرحين جداً ونكون نحن عم نواجه الحقيقة بكل شفافية أنه البلدين المانحة أو القيمين بمؤتمر سادر أو الصندوق النقد الدولي ولا ممكن يرجع بأي تمويل لبنان إذا ما أمنا بالإصلاحات الداخلية المرجوة المطلوبة منذ سنوات واليوم صرنا مقتنعين أنه في نية حقيقية إلى عدم الإصلاح إلى عدم التنمية لابد لنظلنا مجرورين إلى الوراء ونرجع نروح هالأزمة المالية النقدية المعتمدة هاللي سميها البنك الدولي والسندوق النقد الدولي نحن بإحياء ذكرة السادسة لمؤتمر سادر لسوق الحظ علينا نكون حقيقيين ووقعيين أنه سيكون صعب جداً إعادة تمويل لبنان إعادة الدورة الاقتصادية من عبر هالمنصات الدولية قبل ما نكون نحن عم ننفذ إصلاحات مالية ونقلية داخلية هاللي نفس الفريق هاللي وجههن ونفس الفريق هاللي أطاح فيهن بعده موجود اليوم بالسلطة وما عنده أي نية ولا بالتنمية ولا بالإصلاح هاللي اليوم حبيت ممر إحياء السادس لمؤتمر سادر هاللي قتل من الداخل لأنه ما حداً بده يقوم بالإصلاحات المطلوبة وخاصة بالتدقيق الداخلي وتدقيق المشاريع بأي تمويل فهالـ 14 مليار الموعودة كانوا 14 مليار موعودة على مشاريع محددة وبرجع بذكر وبشدد أنه لحد هذه ديئة ما تقدم ولا مشروع واحد لمؤتمر سادر ولا البلدين الملحة بعد 6 سنوات من إقامته في دولة فرنسا وبعصم الدريز وشكراً